بسم الله الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا كامل بخير في أحسن الأحوال جيتكم فيديو جديدة من مشروع شباب فكرة جيتني في راسي بغيت تنسيها معاكم صراحة عجبتني بزيف هنا عندي هادو كليزانو أنا قلحتها من لاغوفلات ومثو ما تبغو تشروب الحبة اللي ما عنداش لاغوفلات متوفرة فقدر تشريها بتخوامل للحبة عندي هنا 50 سنتيم على 140 سنتيم اللي هو طول السكاي قطحتها قفت عليها بالمقصة داك المشرشف ولي بغت تدلها فيستان تدلها عندي هادو القيطة شوفوا عندي وحدة فيها 14 سنتيم على 25 عندي زوج فيهم 25 سنتيم على 20 وعندي هادو فيها 14 سنتيم على 30 سنتيم أفو 18 سنتيم على 30 سنتيم نوخروهم بجيه نجيبو هادو 30 سنتيم على 18 نطويها على زوج كما هكا كما رها بالعاموديا نعين المنتصف في التاحة نجيب ديك الدائرة ونرسم هادوك الدائرة نقطعوها بالمقص عادي هنا من الأحسن الصغير أنا ملقيتها شو قدامي قطحت بالكبير شوية غبنكم هادو شوفوا كي ترسموا بعد واحد ميلي متر مشي للداخل للبرة خارج الدائرة اللي استمتوها قطو بتخرجوكم نيشين قطحتوها بهاديك الأكل اعبيب 7 ميل والسيليكون نضني طير قطعوها بهدي وخلوها شوية تيري باعمل تبلاسها غاية نجبوها للقطعة الثانية نبلاثوها كما هكا نضغطو يعني بكل سهولة تبلاسها معنا هذه التبلاسات سهلة سهلة بزيف نجيبو هادو الكبير 50 سنتيم على 140 نجو من جهة واحدة من جهة 50 نعينو 5 سنتيم شوفو هنا نقلب باش نوريكم شرح ندير خير هلنا فقط عاني نعين شوفو نقلبو السكايت نجو نعبرو 5 سنتيم ونعبرو من جهة تحتانية 5 سنتيم نعينو المنتصف تحادك القري وكما كشوفو القطعة شهل فيها 18 سنتيم نطويها على زوج نجي عنديك الخمسة سنتيم نعين المنتصف صورة راي واضحة والقطعة كما حطيتها درتها من تحت 5 سنتيم طالعة وعينت الفوقين الجيني هوت على الجهة الفوقينية 5 سنتيم شاء الله برككم فاهميني قويت عليكم 5 خمسة عينت 10 سنتيم هبتت بخمسة عينت 10 كما حدنا من خرجمة نصف سنتيم من الخط نقطع هدهك كما هاكا نقطع هدهك كما هاكا نقطع هدهك كما هاكا نقطع هدهك كما هاكا طلحتها من الفوق بخمسة سنتيم وعينتها عادي من الفوق وما طحت ليه وقت بخمسة سنتيم نروح نخيط هاداك النصف من من نصف من مرالي بخياطة عاليش نمري لكم باش منطولش لا فيديو كما هكا لاني خيطته نجيب هاداك القطعة اللي بلاسيت فيها لانو شوفو باش نثبتها غاية كما هكا هنذا كتب فهمو دوك الخمسات كي درت لهم درت خمسة منها وخمسة من الجنب باش نحطها قطعة تاعي باش نحطها في الحفة حطيتها كما هكا هادا الشكل شوفو عينت هي فيها 18 سنتيم اللي الزيت ب 16 سنتيم وثبتتها وذك الزيادة اللي بقاني نديرهم دي بلاي هاداك الزيادة نديرها دي بلاي تبقوا ديرهم للداخل للبرة في الجنب كما تبقوا اتنو هادو كلي بلاي باش خصني مساحة مخصني جي بلا مع القطعة ليني ديرتها ملتحت صراحة انا كي كملتها عجبني بزف ما تحرقوش المراحل باش تفهمو تبعوها مرحلة بمرحلة باش تفهمك فيش بلاسيتها هاني خيطها كامل جي هات شوفو كي خرجتلي شنديرو الان نجيبو القطعة اللي فيها 14 سنتيم على 25 سنتيم نبلاسيها تاني نتلحب 5 سنتيم ونخيطها الصاير داير ونخيط خط فالوسط وليس بور ديروها جي بواحد ديروها هنا انا الفيديو المقطع التمحيلي كالكو سنشرح لكم نجيبو هادو كتا 25 سنتيم على وعشرين شوفو متديروها شمن ولا منديروها كي مدرتو تحتانية باعدو علي هاليك بحاول يوحد سنتيم ومننا باتنين سنتيم يعني كي مدرتو القطعة التحتانية تديرو هادو كفوها سيناو هنا يلجيها الفوغانية ديرو فيها بيي كما هكا و اي بيي اي لون انا في قطاتكم الفكرة انا ماشا هندير بيي هاليك التحتانية دخلوها باتنين سنتيم تحتها وخايتو نجو كما هكا تقطعوا قطعة سكايدرت فيها حوالي 3 سنتيم عرض ورح نخيطها تمك الفوغ فقط للتزيين ونشوفوه في الشكل النهائي وناعرفو هادو المنظم كيفاش خرجنا هادو هو الشكل النهائي خرج تحفة 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 عن نفسي عجبني بزاف انا كوزينتي صغيرة وما نبغيش التعلاق بزاف تعلي صاشي وحدها بتعلي صاشي وحدها بتعلي رولو وحدها بتعلي بريكي وحدها جمحتهم كامل في غيطاء الثلاجة كما هكا نديرها تحتاج للجا ومام طان نبغيش ندير فيه قاحة سوالح ندرت فيها هادوك اللي بابيون هادوك الفيستان هو تبتين سنتيم ودرته ولي بابيون تبتهم غير بلاكور بس كما ننجمش أخيطهم كوديجا اللي تبغي تديرهم تخيطهم قبل ما تخيطه في القطعة الكبيرة هادوك تم نديروه لساشي تاعنا ومنديك الدائرة تعليزانو نجبدو لساشي بطريقة سهلة هنا مني شو عمرتها بزاف رهنخامي صراحة اخرج بزاف ما يديكمش حتى تخونة ميل سلعة متلحكش تخونة ميل سلعة تبيعيه ثمانية نلف فيه ربح ونظن نظن يعجبكم ولا اكيد راح يعجبكم سكن عجبني بزاف وهاد الجيهات الثانية تبغو تديرو فيها زوجوبة ولا ثلاثة كبار يعني قطعة ودقسموها عن ثلاثة تبغو تديرو فيها التزيين اللي فريجي درتها حول التلاجة جايك شغل مع الحيط تدير فيها غاية تزيين ان شاء الله اعجبكم الفيديوهات اليوم متبخلوش عليها بلايك وكومنتي غدو قولو لي رايكم قناتنا وعائلتنا ما شاء الله رها تكبر 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 ودائما انتظروني في جديد الفيديوهات وجديد المشاريع هادي شوفو هنا ها غيم خيطة مشي ما لكلفت حالة هادو هادو وريتاكم غيتا زين كيما درت اللي كالقطعة درت الهاديك ودرت لي بابيون يعني هادو حاجات نباش نكتر في الفيديو باش نضلي نصور وفي الاخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى موسيقى